في أشهر ماضي عدم يقرب من ألف من أفراد قوة حفظ السلام السنية إلى بلادهم بعد كمال مهمتهم وعلى الرغم من الأخطار المحتملة إلا أن الأبطال يفخرون بالتفاني والمسهولية إزاء المهمة التي أنيطت بهم والآن نلقي نظرة على دور الصين في عملية حفظ السلام في إفريقيا بدأت الصين المشاركة في عمليات حفظ السلام الأممية عام 1990 ومنذ ذلك الحين خدم نحو 30 ألفا من الكوات الصينية في 24 مهمة أممية لحفظ السلام ودخل أفراد كوات حفظ السلام الصينية أيضا إلى مالي وليبيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان وغيرها من الدول الأفريقية هذا وقال نائب الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام إنه من المكرر أن تساهم الصين في أكثر من 10% من ميزانية حفظ السلام الأممية من عام 2016 إلى عام 2018 مما يجعل الصين ثاني أكبر دولة مساهمة ماليا في مهام حفظ السلام الأممية وفي الوقت نفسه أشادت الأمم المتحدة بوحدات حفظ السلام الصينية عدة مرات وتم منح عناصرها ميداليات أممية لحفظ السلام في الأعوام 2005 و2012 و2015 أفراد الأسرة مسرورون برؤية أبطالهم العائدين لكن لما الشمل حل ومر معا خاطر أفراد قوات السلام الصينية أي أصحاب الكبعات الزرقاء بحياتهم سعيا لمساعدة الأجانب المتورطين في صراعات بعيدا عن الأوطان على مدى السنوات قدمت قوات حفظ السلام الصينية مساعدات بشكل رئيسي على مهم الهندسة والنقل والإغاثة الطبية والدوريات الأمنية بحيث عالجت الوحدة الطبية الصينية في مالي التي تعد واحدة من أقل الدول نموا في العالم نحو ثلاثة آلاف مريض مصاب بالملاريا وإيبولا وأمراض أخرى في غضون عام واحد بصفتنا عادة في قوات حفظ السلام أممية ندرك أن أولياتنا هي إنقاذ مصابين وتوفير العلاج لمرضى بقتل نظر عن اللون أو العلق الجدير بالذكر أنه في العام الماضي أعلن الرئيس الصيني شي جنبين في الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الصين ستنشر نحو 11 ألف جندي لحماية المدنيين والموظفين الأمميين وعمال الإنسانية في مناطق الصراعات مما يجعل الصين أكبر دولة مساهمة إلى الأمم المتحدة في نشر القوات